تأرجحا على حبال المحاصصة يحاول التوفيق بين طرفي العصى يمضي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مهمته التي تعثرت بعد اختلاف الكتل السياسية على تقسيم الوزارات والمناصب فيما بينها وكحل وسط قدم عبد المهدي إلى البرلمان بعد فشله المتكرر بالتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة قدم مرشحين جديدين لوزارتي العدل والتربية عسى أن يلاقيا قبولا في مشاورات الكتل تاركا لأجل غير مسمى تقديم مرشحي الوزارتين الخلافيتين الدفاع والداخلية ليست الحقائب الوزارية هي العقبة الوحيدة أمام حكومة عبد المهدي حيث يكشف النائب حسين العقابي عن وجود 1500 درجة وظيفية ما زالت تدار بالوكالة بسبب الصراع على المناصب في البلاد وهي معضلة خسر فيها العراق بحسب العقابي شكله كدولة وتحول إلى بلد يدار بالزعامات لا أكثر ستة أشهر على تكليف عبد المهدي تقول النائب وحدة جميلي إنه أثبت فيها فشله وضعفه في إدارة الدولة ولم يتمكن فيها من إتمام حقائب حكومته وهي كافية كما يرى منوئه أيضا لتقديم استقالته بعد وقوعه في فخ إرضاء الكتل التي أوصلته لكرسيه وعليه أصبح عبد المهدي أسيرا لرغباتها ضاربا بعرض الحائط كلما تعهد به عند توليه بالابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية والتوجه لحكومة تقنقراط وكفاءات تصلح ما أفسده سابقوه أمام هذا كله ثم تمن يؤكد أن هذه الشعارات الرنانة التي أطلقها عبد المهدي أصبحت مطية في عراق اليوم للبقاء أو الوصول إلى السلطة الغارقة بالفساد باعتراف جميع المشاركين فيها حيث يشير وزير العدل وشؤون الاجتماعية السابق محمد شيع السوداني أن الإصلاح وبناء الدولة تحول إلى مجرد حديث مستهلك لا أكثر وأكذوبة لم تعد تمر على العراقيين المكتوين بنارها